اهلا وسهلا بكم. النهاردة بنتكلم على مشكلة اه عدم التوالف بين الذكرة والانثى. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده قدامنا يعني دي علامة من علامات ان الانثى راغبة في التزاوج. يعني شايفين كده? اول ما تجي تشوف كده اه بمجرد ما انت تحط ايديك اه اه او بمجرد ما انت مسلا اه تصفر تصفيرة معينة اه بنلاحظ ان الانثى بتبدأ اه ان هي ترفع راسها الفوق اه وبتبدأ تنحني يعني كأنها راغبة في التزاوج. لكن شوف كده لما الذكر بيقرب بقى اه الانثى مش يعني مش طيقه. اه وليس عندها رغبة وليس عندها توالف بين الذكر. مع انها عندها رغبة في اه العملية الجنسية. اه المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا. فازاي انني احل هذه المشكلة الكبيرة? وده طبعا يعني بيبقى شيء مش كويس. ليه بقى? لان لما يعني لما يكون ما فيش حب بين الذكر والانثى بيكون الانتاج يعني الانتاج بيكون وحش. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن البيض يطلع غير مخصب. يعني كده كده الانثى هتبيض. لكن المشكلة ان البيض هيطلع غير مخصب. نتيجة عدم التوالف. اه مشكلة عدم التوالف دي مشكلة كبيرة جدا. زي ما زي ما احنا مسلا بنقول ان فيه اه واحد بيتجوز واحدة عن حب واحد تاني بيتجوز جواز الصالونات. طبعا الجواز عن حب ده ببقى يعني ايه? بيزود الانتاج. يعني لما انت بتلاحظ ان الزوجين واخدين بعضهم عن حب ده بيقدي الى زيادة الانتاج وبيقدي الى ان البيض كله يطلع مخصب. طيب الوقتي انا عندي الوقتي زوجين من الضرة. اعمل ايه? اه وما فيش بينهم توالف. اول حاجة اعملها لازم انني اه افصل الذكر عن الانثى. هفصلهم لمدة اسبوع. ياريت يكون الافاصيل متقاربين. يعني دي طريقة. احنا بنتكلم الوقتي على الطرق كلها. اه خلي بالك ان في البداية تبدأ اه الانثى تضرب الذكر. وبعد ذلك يبدأ الذكر اه يضرب الانثى. وبعد ذلك يهدأ الجميع. كله بقى يبدأ بعد كده يبدأ ايه? يحصل توالف. طبعا في بعض الحالات ايضا اه حتى لو حصل توالف اه ممكن نلاحظ ان في موسم التزاوج ان الانثى ممكن تضرب الذكر. يعني بيكون ضرب خفيف خالص وضرب بسيط. اه وده شيء طبيعي جدا ممكن يكون يعني نتيجة زيادة رغبة الذكر في العملية الجنسية. مفيش فيه منه قلق خالص. المهم ان انت اول ما تجد دخل الانثى الاول مرة لازم تحذر لان ممكن الانثى تقتل الذكر. لانها بيكون قوية. افضل ان انت تعمل الطريقة اللي ايه? طيب لو ما لو ما نفعش معاك الطرق كلها هنعمل ايه? خلي بالك. اول حاجة طبعا اه فصل الذكر عن الانثى. احنا بنعمل عملية يعني ايه? تشويق. عملية تشويق. اه فاللي هيحصل الوقتي ان انا هفصل الذكر عن الانثى ويا ريت ان الافصين يكونوا جنب بعض. اه طيب انا هطلع الانثى ولا هطلع الذكر من الافص? لأ انا هطلع الانثى من الافص. من افص الذكر اللي هو في البياضة. واحطها في افص تاني منعزل. ده الكلام ده لو عندك ايه? لو عندك حل او عندك اقفاص زي ده عندك. طيب انا بتكلم يوقتي على الطريقة الاولى. افصل الذكر عن الانثى عشان تعمل عملية تشويق. اه قبل ما تجي الدخل الذكر اه ما تدخل الانثى طبعا احنا بنقول ان الانثى هي اللي هتطلع من الافص. عشان لما تجي تخش الافص هتبقى ايه? يعني زي ما يكون الواحد الغريب فايه? فيحس انه هو مكسور. انما الذكر طبعا قاعد في الافص بتاعه اللي هو قاعد فيه سابت فيه. فالوضع بالنسبة له طبيعي. انما الانثى لما تجي تخش على افص اه يعني ايه? اه يعني اتغربت عنه وبقالها اسبوع. فاي لسه الوضع لسه ايه جديد عليها. فهتكون لسه ايه مكسورة شوية. طيب يبقى انا هحط الذكر اه مع الانثى. اه بس قبل ما دخل الانثى على الذكر اه لازم اجوع الانثى خمس ساعات. ليه بقى? عشان تكون الانثى جعانة. فبمجرد ما تخش على الذكر طبعا اه الذكر هيكون في حالة اشتياق. اه والانثى برضك هتكون لسه دخل على الافص يعني ايه? بقالها اسبوع سايباه. فلسه ايه? يعني ايه? بتستكشف لسه المكان تاني. فممكن تكون جعانة فيبدأ الذكر يبدأ يأكلها. فدي طريقة من طرق التوالف. طيب الطريقة دية ممكن ما تنفعش يعني مسلا الواحدة اللي ما بتحبش واحد. والله لو غاب عنها ميت سنة مش هتحبه برضه. فالطريقة دي ممكن ما تنفعش. طيب نخش بعد كده على طريقة تانية. الطريقة التانية ديت هي ايه بقى? هي والله بقى ان انا ممكن ابدل. ابدل مع واحد. واحد مثلا عنده ذكور ضرة ممكن ابدل مع ذكر او ابدل مع انثى. يعني حاول ان انا غير لو اتيح لك الفرصة ان انت تستطيع ان انت تبدل مع واحد اه او ان انت تغير الذكر او اتغير الانثى يبقى ده حل كويس. اه طيب. هل يعني هل معنى ذلك ان الانثى ممكن ان هي ما بتضربش الذكر. يعني حتى لو هي بتحبه. طبعا الانثى في موسم التزاوج وتبقى طبعا الهرمونات عندها مضطربة. فممكن ان هي حتى لو هي بتحب الذكر وحتى لو متولفين برضك ممكن تضرب الذكر. بالذات في الصباح. لان الذكر بيكون عنده رغبة شديدة في الممارسة. اه وهي ببقى مثلا ممكن تكون رغبتها اليلة. اه لكن لما احنا بنشوف الصورة دي اللي قدامنا ديها الوقتي بنشوف ان الانثى عندها رغبة. لكن اه طبعا مش عايزة الذكر يقرب منها. فده دليل على عدم وجود توالف بين الذكر والانثى. ممكن انت بقى لو انت مش متاح لك اي حاجة من اللي احنا قلناها. اه ممكن ان انت تصبر شوية. وممكن يحصل بينهم التوالف. يعني شوية شوية كده يحصل التوالف بس يخليك على اعتقاد جازم ان لما يكونوا واخدين بعضهم كده يعني مفيش حب بينهم وبين بعضهم. هتلاحظ الانتاج قليل جدا. هتلاحظ مفيش توالف. هتلاحظ مفيش تعاون كده في التأكيل. اه ليه? لان مفيش حب بينهم. اه خلي بالك دائما من خلال الممارسة الواحد. اه بلاحظ ان يعني الزوجين اللي واخدين بعضهم عن حب بيكون انتاجهم عشرة على عشرة. وممكن يبضوا في السنة ممكن مرتين وتلاتة. يعني بيبضوا كتير جدا عن المعدل كمان الطبيعي. لان هما طبعا فيه بينهم حب. بالي بقى الحل الافضل ان انت تشتري الطيور متولفة جهزة. يعني انت تذهب الى اه بعض الناس اللي هما الثقات. وتشتري بينهم اه اه الطيور متولفة. يعني يقول لك الزوجين ده هما متولفين. فانت اه يعني ترتاح من هذه المشكلة الكبيرة. يعني ان انت تشتري كده مثلا زوجين بالغين متولفين جهزين. فانت ترتاح لان طبعا عملية تبديل الذكر مع انثة تانية. عملية طبعا شقة. ومشكلة. وعملية بردك فصل الذكر عن الانثة. ممكن تفصله اسبوع او تفصله حتى شهر. وبردك ما يحصلش التوالف. فا يعني ممكن ان انت لو ذهبت الى مصدر ثقة. واشتريت منه طيور. اه ويكون متولفين. يعني مثلا انسان مثلا عنده صفر عنده. مثلا اه حصل له ظرف الطراري. فهيبيع الطيور. ففي الحالة دي بتبقى فرصة لك كويسة جدا ان انت تشتري الطيور. لاحظ ايضا ان الانثة ممكن تضرب الذكر في حالة القلش. لان طبعا يعني في حالة القلش بيكون مزاجها وحش. اه وفي حالة الموسم ايضا ممكن يكون الاضطرابات الهرمونية بيبقى مزاجها وحش. وهي بتكون يعني ايه بتعض شوية. حتى انت لو بتحط ديك باللاحظ ان ايه ان هما ايه يعني خايفين. اه في يعني اضطرابات. فتلاحظ ان ايه حتى لو ما كانتش بتعضك. اه ممكن في الموسم تعضك. فده ممكن يكون شيء طبيعي يعني لما بس ما يزيدش عن حده. يعني لو لو وصل الامر الى يعني انت مثلا لو بتشوفهم بالليل ان هما الاتنين يمين جنب بعضهم ما تخافش. يعني حتى لو ان هي بتضربوا بس ايه بس بالليل بتلاحظ ان هما بيناموا جنب بعضهم فما تقلقش اه دي بس اطرابات نتيجة الايه الموسم او نتيجة اللي هي القلش اه يعني تغيير الريش يعني فبيحصل عندها اضطرابات شوي. اه اتمنى تكونوا استفدتم معا. لا تنسى الضغطة والاعجاب. وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.